الآن مشاهدين إلى شباك الصحة وزميلة دانيا أرشيد التي ستحدثنا اليوم عن نظافة الأسنان في شهر رمضان أهلا بك يا دانيا مسنون رمضان كريم يا أخي علينا وعليك يا رب اليوم الموضوع سيكون عن كيفية الحفاظ على صحة الأسنان العامة خلال السنة ومس فقط خلال شهر رمضان لكن ربما هناك بعض التوصيات الخاصة التي يجب اتباعها خلال هذا الشهر الفضيل بس في تقرير قبل نتابع التقرير ونبدأ النقاش طبعا كل عام تكفير بشهر رمضان الكريم لكم ولمشاهدين قناة العربي موضوع جدا مهم هو موضوع العناية بالأسنان كلال فترة شهر رمضان الحاجة إلى العناية المتزايدة بالأسنان خلال شهر رمضان تعود لأسباب متعددة لكن السبب الرئيسي هو قلة استعمال المياه خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى آثار على موضوع لزوجة اللعاب لزوجة اللعاب ازديادة قد يؤدي إلى ازياد البكتيريا وله أثر بالبكتيريا مما له أثر على عملية النخر في الأسنان وعملية ارتهابات اللذة أشارت جمعية طب الأسنان الأمريكية The American Needle Association إلى ضرورة تفريش الأسنان مرتين باليوم ولمدة دقيقتين وذلك لتنظيف الفم من بقايا الطعام والبكتيريا وفي شهر رمضان المبارك ينصح باستخدام الفرشات بعد الوجبات بين الإفطار والسحور وخصوصا بعد السحور مع وجوب اختيار الفرشات المناسبة عناية الأسنان بشهر رمضان طبعا أهم نقطة هي منذ تفريش الأسنان تفريش الأسنان بشهر رمضان اللي بيختلف عن الأشهر البقية أو الأشهر هي عنها مدة محددة للأكل والسحور فبدالما منفرش الأسنان مرتين باليوم الصبح وبالليل أنا أفضل أنه يتم التفريش لمدة ثلاث مرات كيف ثلاث مرات؟ يعني ووقت الإفطار لما نصير الإفطار ويفطر وهي بيصير مباشرة تفريش الأسنان الفترة بين تفريش الأسنان بعد الإفطار لفترة قبل النوم للتجهيز للسحور كمان أنا أفضل أنه يتم تفريش الأسنان قبل النوم وبعدين أهم عملية هي موضوع تفريش الأسنان بعد السحور فبتصير أنه ثلاث مراحل لتفريش الأسنان طبعا قبل عملية تفريش الأسنان في بعض النصائح التي يلاجب أن نتبعها مثل موضوع استعمال خيط الأسنان يفضل دائما استعمال خيط الأسنان قبل تفريش الأسنان وليس بعد تفريش الأسنان والسبب بذلك أنه مادة الفلورايد التي نكسبها من خلال تفريش الأسنان سوف نخسرها إذا استعملنا خيط الأسنان بعد التفريش يساعد استخدام خيط الأسنان الطبي يوميا على إزالة بقايا الطعام التي لا تزيلها الفرشات وينصح باستخدام غسول الفم المحتوي على الفلورايد للحماية من التسوس والمحتوي على مواد معقمة لقتل البكتيريا وينصح بتناول طعام صحي متوازن والتخفيف من الوجبات السريعة والتقليل من الأطعم التي تحتوي على الكاربوهايدريت وتلتسق بالأسنان وفي حال تناولها فيجب الإسراع بتفريش الأسنان من بعدها في أسرع وقت ممكن دانيا الموضوع الحفاظ على الأسنان ونظافة الأسنان وصحتها طبعا كما ذكرنا في البداية لا يقتصر على شهر رمضان لكن بما أن شهر رمضان يكون هناك مدة صيام مدة طويلة فيجب أن يكون الاهتمام بشكل مختلف لماذا موضوع الاهتمام بالأسنان بالشكل العام أول شيء مثل ما بتعرف الفم والأسنان ربما هما نافذتان على الصحة العامة يعني بيدلوا إذا فيه مشاكل بالصحة العامة أو سوء التغذية أيضا وجد أنه 90% من الاضطرابات والأمراض الخطيرة لها انعكاسات على صحة الأسنان والفم لذلك ينصح بإجراء فحوصات دورية للأسنان لأنها ربما قد تفيد في التشخيص المبكر عن بعض الأمراض الأخرى غير أنه أنت مثل ما بتعرف إذا عندك مشاكل بالأسنان من سقوط الأسنان وغيرها هذا ربما يؤدي أو بالتأكيد يؤدي إلى مشاكل في المضغ وبالتالي يصعب مضغ الطعام وهذا يؤثر على الهضم يسبب سوء هضم أو عصر هضم وغيرها أيضا مشاكل الأسنان تؤدي إلى تلبك في النطق والكلام وغيرها هنا في الكثير يعني فعلا لا يعلمون مخاطر موضوع الاهتمام بصحة الفم والأسنان ما هي لو ممكن نعدد بعض مخاطر عدم الاهتمام أو إهمال نظافة الأسنان والفم في دراسة أجريت على 36 ألف امرأة مسنة وشافوا أن السيدات اللواتي تعرضنا لسقوط أسنان أكثر هنا كانوا أكثر عرضا للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20% من ناحية أخرى أكد الأطباء في هذه الدراسة أن الاهتمام بنظافة الإنسان قد يجنب أكثر من ربع البالغين من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض الخطيرة طبعا فسروا هذا الشيء أو أحدى التفسيرات المحتملة أنه الإنسان وقت يهر أسنانه أكثر فيصير في عنده صعوبة بمضغط طعام فيختار باللاوعي تبعه ربما الأطعم اللينة أكثر والمعالجة أكثر يعني كلما الأسنان أقل لما يصير عمرك مدري قديش ستصير تختار الأغذية اللينة فهذا ربما يؤدي والمعالجة مو بس أنت كله أعطنا إن شاء ما تزحل فهذا قد يؤدي ربما إلى تقليل تدفق الدم أيضا يشدد الأطباء على أنه هذا سقوط الأسنان ربما يكون إشارة تحذيرية هامة لإحتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم وربما هذا يؤدي بالتالي إذا كان في فحص مستمر للأسنان أنه يكون فيه تشخيص مبكر وبالتالي العديد من الأشخاص يتجنبون مخاطر ارتفاع ضغط الدم من صحة تعني غير مخاطر أو هرور الأسنان هناك أيضا مخاطر صحية من إهمال النظافة بشكل عام كثير حديثك مهم بالفعل وجد أنه هناك ارتباط واضح ربما بين التهاب أو عدم صحة الأسنان بشكل عام وأمراض القلب المختلفة وأمراض السرطانات أيضا يعتقد العلماء أنه هناك بعض أنواع البكتيريا الفموية يا أحمد ممكن أنه هي تمشي بمجرى الدم وتستقر في أجزاء مختلفة من الجسم مسببة للتهاب أيضا وجد أنه عدم صحة الأسنان قد يرتبط بالتهاب الشغاف وذلك لأنه البكتيريا الفموية قد تنتقل عبر الجهاز الدوران وتستقر في أجزاء ضعيفة من القلب مسببة التهاب الشغاف أيضا وجد أنه أو قد يعتقد العلماء وجود رابط بين أيضا عدم صحة الأسنان أو البكتيريا الفموية وانسداد الشريين والفجلطات وغيرها وأيضا مرض دواعم السن وجد أنه قد يسبب في الولادات المبكرة وعن البعض يقول بأنه دائما الأسنان والفم هو مرآة حتى الجسد وخاصا يكون هو المدخل يمكن للعديد من الأمور التي تضر بالجسم بما أن نتحدث عن هذه النقطة طرق العناية بالنظام غير حتى التي تحدث عنها الدكتور وعملية أن يكون هناك ثلاث مرات وكيف تتم هذه العملية وإحلام الخيط ركز الدكتور على إحلام الخيط قبل فرشات الأسنان ويسا بعد حتى الإنسان لا يفؤد مادة الفلوريد وغيرها ولكن طبعا أشياء عديدة تؤثر على صحة الإنسان الكل اللي بيعرفها التدخين وجد في دراسات عديدة تشير إلى أن تدخين ضار جدا لصحة الأسنان واللثة ويمكن أن يؤدي إلى أمراض عديدة في الفم وغيرها أيضا الاكثار من الحلويات بشهر رمضان ضار جدا للأسنان وما رح ننظر ونقول أنه وقفوا الحلويات لا ولكن ينصح أو ينصح أطباء الأسنان رح ناخد الإذن منه أنه نحكي اليوم أنا مني طبيبة أسنان ولكن أنه ينصح أطباء الأسنان أنه بعد كل وجه بيتحلوا بالذات أن الواحد يفرشي أسنانه للحفاظ على نظافتها أيضا ابتعاد عن المشروبات الغازية يا أحمد كثير المشروبات الغازية وجد أنها بتضرب الأسنان والعصائر المحلات تضرب الأسنان والاستعاد عنها الشاي الأخضر مفيد جدا للأسنان والشاي الأسود أيضا مفيد للأسنان وأيضا خلينا نقول الاكثار من الخضار والفواكه لغناها بالمعادن والفيتامينات والأملاح والألياف كلها حتى تعطي رائحة عطرة للفم ومفيدة جدا تبقى طبعا دانيا الاهتمام بالنظافة الأسنان ومو بس بشهر رمضان في كل السنة لكن خصوصا بشهر رمضان منخفف الحلم شامن هرهر أسنان شكرا جزيلا لك دانيا شكرا لك هذه المعلومات والنصائع شكرا كثير لك